موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرضت أربعة طالبات إلى اعتداء هامجي على يد مجهولين ليلة البارحة يحملان أسلحة بيضاء سكاكين حيث أصيبت الفتيات بجروح متفاوتة بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببلدية بودوا ويليت بومرداس وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم اقتحام جدار الحرم الجامعي من طرف مجهولين على الساعة الحادية عشر وسبعا وثلاثين دقيقة ليلا بحيث تعرضت أربعة طالبات للاعتداء تم إصعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي منهم اثنين تعرضا لجروح بليغة الأولى على مستوى الوجه والثاني على مستوى الجسد أما الثالثة فقد توفيت رحمها الله قبل قليل في العناية المركزة بالمستشفى جراء الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها حيث قالت والدتها وهي تبكي بحرقة أن مخها خرج من رأسها جراء الاعتداء الهامجي كما أنه من بين المعتدين على الطالبات شخص يبلغ من العمر 31 سنة حيث يعمل المعتدي بناء مقابل لقامة الجامعية للبنات كما قام بالاعتداء على الطالبات بأذوات البناء مارتو من جهتها تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على الفاعل في ظرف نواجيس بعد تلقيهم اتصال هاتفي هذه الحادثة خلفت حالة من فوضى والدعر لدى الطالبات حيث طالبنا بتوفير الأمن في الجامعة ترجمة نانسي قنقر